بتحكي القصة عن بنت اسمها ريانون الكل كان بيتجهلها وبتنمر عليها لكنها قررت تحط تحدي الكل ده وتدفع عن نفسها وتواجه البلطجة لكن الامور بتتطور لما بتقتل ناس كتير وبتتورط في دوامة من الاحداث الغمضة اهلا بكم في تلخيصة جديدة النهاردة هنلخص قصة مسلسل الاثارة سويت بي 2024 صلوا على النبي ويلا بينا بيبدأ المسلسل مع بنت اسمها ريانون اللي بتشارك قيمة الناس اللي هي عايزة تقتلهم الشخص اللي على راس القيمة هو بلطجي مدرستها من وهي صغيرة واللي اسمها جوليا بلينكن جيسوب هي اللي خلت ريانون تشد شعرها وهي اضطرت تلبس باروكا في اخر اليوم الدراسي ريانون بتزور ابوها في المستشفى واول ما بتدخل بتلاقيه في غيبوبة او ميت بتحس بالزعر وبتطلب الممرضة لكن اتضح ان ابوها بيعمل معها نكتة وبيمثل النومات هو مش عاجب ان الناس بتمشي كلامهم عليها وبيقولها انها لازم تدافع عن نفسها ريانون كانت جابة معها اكل وابوها طلب منها تطلع السكينة المفضلة بتاعته علشان يقطع بها العيش قعدوا يتكلموا شوية لكن عدم قدرتها على الدفاع عن نفسها في الاخر قدت لموتو لانها ما كانش عندها القدرة او الجراءة انها تطلب من ممرضة مشغولة انها تشوف ابوها لما تصاب بنوبة كحة شديدة في الجنازة اختها الغريبة سيرين وصلت متأخرة وكانت علاقتهم متوترة جدا مع بعض كريج الموظف واللي كانت بتحبه من طرف واحد تجاهلها المضيف كان بيقول اسمها غلط ولو دا مش كفاية واحدة من الضيوف كانت جوليا اتضح انها كانت مسافرة ورجعت للبلد تاني خلتها كمان معرفتهاش وفكرتها الجرسونة وبعدين حاولت تتكلم مع كريج لكن هو تجاهلها تاني جوليا حتى كمان معرفتهاش وتظهرت انها بتتكلم معاها كلام عادي ريانون كانت مصدومة وسيرين كانت ودودة مع جوليا اكتر منها يومها بقى اسوأ لما سيرين بتعلن انها عايزت بيع البيت علشان تشتري مكان احسن في فرنسا جوليا هي لها تتولى البيع لانها سمسارة عقارات مشهورة وسيرين بتقول ريانون المصدومة انها لازم تنسى موضوع البلطجة القديم بتاع جوليا وتروح حفلة لم الشامل بتاعت فصلهم القديم ريانون بعد كده بتحس ان البيت فاضي وبتلاقي البروكة القديمة بتاعتها وبتقرر تبقى شرسة في الشغل بس ما حدش حتى بيلاحظ انها رجعت بتحاول مرة تانية تقول لمديرها نورمان انها عايزت تتقدم لوظيفة المراسلة الصغيرة زي ما كان اقترح انها تترقى لما تعينت في الاول كاسكرتيرة بيناديها باسم سويت بي وبيقولها انها محتاجة تبقى شرسة علشان تبقى مراسلة بتوعدوا انها تتعلم وهو بيمشيها وبيقولها ترمي السيرة الزاتية بتاعتها في الزبالة وهي رايحة بغضب بيكون في تعيين جديد اي جي هو لطيف معها بس فرحتها بتتقطع لما بياخد وظيفة المراسلة بتاعتها علشان امه تعرف نورمان ريانون بتعبر عن صدمتها بس ما حدش بيسمعها بتبقى عايزة تقتل اي جي وبتلعب بالسكينة بتاعتها وهي ماشية وراه بتجرح نفسها وهو بيلاحظها بتتظاهر انها بتسأله عن الايميل بتاعه للشغل وهو بيسألها اذا كان حد خد وظيفتها بعدها بتمشي على طوله وبتاخد كلبها تينك للمشي وهي بتتجسس على لوحة اعلانات السمسرة بتاعت جوليا سيرين كلمتها عن البيع لكن وهي واقفة بتبص للوحة الاعلانات بمنتهى الغل بصلة من شعر ريانون بتقع وبتروح تبص عليها في الازاز بتاعت محطة الاوتوبيس لكنها بتتفاجئ بعربية جات وخبطت الكلب بتاعها وموتته ريانون بتبص لليافطة كأنها بتقول ان جوليا هي السبب في تدمير حياتها كل ده كان كتير عليها فريانون بتذكر وبتدفن الكلب بتسيب لي سيرين رسالة صوتية انها عايشة في البيت فمش هتسمح لجوليا تبيعه بتقرر تدافع عن نفسها وبتروح حفلة لم الشاملة علشان توبخ جوليا طبعا بتبقى كارثة لما جوليا بتقول عليها مهووسة وموهومة بتعلن ان كل مشاكل ريانون من صنع اديها هي اصحاب جوليا بيحوطوا ريانون وهي بتفتكر ليلة البروم لما جوليا شدت البروكة بتاعتها وهي صغيرة وهي ماشية بتسمع جوليا بتجدب وبتقول انها ما عملتش حاجة ريانون وانها بتقلف حاجات غريبة ضدها والناس عملت تخبط فيها ريانون بتجري برة وهي بتفكر في حاجة بسكينتها لما راجل بيعمل حمام عليها بيضحك عليها وبيقول انه ما شافهاش وهي بتقطع قميسه بالسكينة بيهددها تاني انه هيئذيها لكنها بتطعنه في رقابته وبتفضل تطعن فيه لحد ما بتخلص عليه تماما ودلوقتي بتسأله اذا كان شايفها دلوقتي بعد شوية بتفوق لنفسها وبتزوق الجثة في مية النهر بتمشي بثقة وهي راجعة للبيت ومجموعة من البنات بتفتح لها الطريق وفي البيت بتصرخ بشراسة قدام المراية بعد كده بنشوف ريانون صحية بمزاج رايق قوي بس بعدين بتفتكر اللي حصل مبارح لما بتلاقي السكينة وهدومها مليانة دم بتحطهم في الغسالة لما كريك بييجي علشان يشتري شغل ابوها بتطرده وبترجع للسكينة بتاعتها المتلطخة بالدم بتحس بنشوة وهي بتنظفها وهي رايحة شغل بتشوف الشرطة في ميدولين لوك المكان اللي قتلت فيه الراجل في الشغل اي جي بيعمل لها قهوة بس هي بتصده ونورمان بيطلب اخبار للصفحة الاولى ووقت ما كانت مترددة جيف بيكلمه عن الجثة وهي علشان تغلبه بتقول انها جريمة قتل بالطعن ومع ذلك نورمان بيبعت اي جي وجيف للموقع علشان يسأله اسئلة لما بيرجعوا الكل بيتكلم عن ازاي القاتل اكيد مجنون وانهم ما قدروش يوصلوا للDNA بتاع القاتل بسبب مية القناة ريانون بتباني انها مضطربة وبتسرق ملاحظات جيف بس اي جي بيمسكها هو مش بياخد الموضوع بجدية لما هي بتتدعي انها متأسرة بالحدثة بدأ التقلب في النت بسرعة والكل بيتعاطف مع الضحية وبيشتم القاتل فجأة بيجي لها مكالمة من جيف اللي لقى هوية الراجل ريان لويد بس هو لسه ما عندوش عنوان وهي بتسرقه بالضغط على نورمان علشان يبعثها بسرعة تجيب معلومات حصرية من عيلة المجن عليه وبيبعت اي جي معاها والمراسل الصغير بيعتذر اي جي بيلاحظ انها سرحانة وهي بتعترف انها حاسة بغرابة انها تسأل عيلة حزينة عن اللي حصل لابنهم وهي نفسها حزينة بتحس بالغضب طول الوقت وفي محاولة لتحسين مزاجها اي جي بيحكي لها عن المرة اللي رفص فيها الحيطة وكسر صباع رجله لما جدته ماتت بالنسبة لعيلة لويد بيحكولها عن خناقات رايان في الشغل بس ريانون بتنهار من صوره بتجري على الحمام ولما بتشوف قدوة نومه بتلاقي محضر بعدم التعرض ضد رايان بتاخد المحضر وبتجري برة مع اي جي بيعرفوا ان رايان كان بيتنمر على زميله ديف لدرجة انه اضطرد وتعمل ضده محضر بعدم التعرض ريانون بتحس بزنب قليل شوية انها قتلته لانها قادرة تتعاطف دلوقتي مع ديف اي جي بينبهر بمهارتها في التحري بس كالعادة جوليا بتنكد عليها بتحديد زيارة علشان تقيم البيت وهي برة ريانون بتجري على البيت وتنظف كل الدم في الوقت المناسب جوليا بتزورها مع زميلتها ستيلا وبتستمر في السخرية من ريانون كلامها الاخران عن ازاي ريانون محتاجة زراعة شعر عدى الحدود وريانون بترجع الشغل علشان يكتبه خبر التنمر في قصة رايان نورمان بيعجبه الموضوع بس حسب البروتوكول دي قصة جيفي يكتبها لان هو اللي اخد قضية ريان ريانون مع ذلك مش بتزعل لانهم بيقدروها الاول مرة بياخدوها معهم لتجمع المكتب في بار كاريوكي اخيرا بقى لها صوت مسموع في البار وبترفض كريج اللي مصر يشتري شغل ابوها كمان بتغني اغنية بس بتتقطع لما البوليس بيدخل وبيسأل الكل عن جريمة الاتل بتستخبف الحمام بس بتلاحظ كتابة على الحيطة فيها حد بيشتم رايان مابتحسش بالزنب تاني وبتمشي بثقة جنب البوليس بتشوف زبون وقح وبتعرف انه نفس الراجل اللي عمل مشهد في المستشفى وبسببه الممرضة مقدرتش تهتم بابوها وهو بيموت ريانون بتمشي وراء لزقاء وبعدين بتناديل المساعدة في النهاية بتطعنه وبعدين بتبتسم لبوستر جوليا وتاني يوم ريانون بتزور الزقاء مرة تانية وبتشوف انه جثة الراجل التاني لسه موجودة بعدين بترجع لزكريات المدرسة الثانوية وكل الطرق اللي جوليا اتنمرت بها عليها في الوقت الحاضر ريانون بتتعقب جوليا وبتكره حياتها المثالية بعدين بتتفرج على افلام جرائم وبتسجل ملاحظات زي انها تفضي الديب في ريزر بتاعها وتجيب مشامعة بتقابل كريك بعد كده اللي بيعتزر انه كان اهبل معها بيوعدها انه هيهتم بشغل البناء بتاع ابوها على اساس انهم هيتكلموا في الشغل وكده وهو بيوافق بمنتهى الثقة كمان بترمي موبايل الموظف الواقح في الشرب بتاعها بعد كده بتتلخبط لما بتتصل بجوليا بس بيتفقوا يتقابلوا بكرة علشان صور البيت ريانون متحمسة المراضي وبتشتري للكل في الشغل اكل وقهوة بس لما بتعرف ان جيف محطش اسمها انهائي على القصة بتاعة رايان لويد بتحطله ملين في الشرب بتاعه واي جي تقريبا بيمسكها تاني وهو بيغزلها وهي بتستمتع بكلامه ومع ذلك مادام لويد الغطبانة بتظهر وبتوبخ اي جي وريانون لانهم خانوا ثقتها جيف بيدافع عنهم بس ريانون بتتكلم وبتقول ان رايان كان متنمر الكل بيعتقد انها قلت الزوء لكن اي جي هو الوحيد اللي بيتطمن عليها بس يومها بيبقى احسن لما جيف بيقض اليوم كله في الحمام وهي في الشغل بتغير هدومها وبتجهز للموعد بتاعها مع كريج واي جي بيانجازب ليها بيحاول يطلب منها يخرجه مع بعض وبيتكسف لما هي بترفض ومع ذلك في المطعم كريج بيتأخر وعاوز بس يتكلم عن الشغل هي بتغير المواضيع وبيقض وقت حلو وتاني يوم الصبح البوليس بيتصل بيها هي مجرد شاهدة لانها كانت في النادي ليلة الاتل البوليس مش بيشك فيها خالص والزابط وديود جدا وبيتكلم كتير ريانون انتهزت الفرصة وكذبت عليهم عن مجموعة كبيرة من الرجال اللي كانوا بيعملوا خناقة معاها في اللحظة دي الزابط بيتنادى من رئيسه اللي بيتجاهل المحاققة التانية مارينا ريانون بتتعاطف معها وبيكون عندهم لحظة تقارب صغيرة لما مارينا بتفتكر أداءها في الكاريوكي المقابلة بتاعتها بتتقطع لما البوليس بيلاقي الجثة التانية وهي خايفة ريانون بتلغي معادها مع جوليا وبتروح الشغل اي جاي ملاحظ انها لابسة هدوم مبارح وهي بتتحرج مع ان ما فيش حاجة تعملها الليلة دي بتبعت ميسيج لكريج وهو بيرد بلطف بس مشغول مع عميل جديد بتقررت فاجئه بس بتوصل وبتلاقي ان جوليا هي العميل الجديد طلع انها قدمت عرضة على البيت وعايزة تقلبه ريانون بتتدايق وهي بتسرق موبايل جوليا وبتخرم كويتش عربتها بتستنى في العربية بتاعتها ولما كريج يمشي بتصر انها توصل جوليا وفي البدروم وجوليا بتبص حواليها ومطلخبطة ريانون بتعترف انها قتلت الرجالة لانهم كانوا متنمرين جوليا بتفتكر ان الموضوع عن البيت وبتقولها تحتفظ بيه ما عديتش عايزة تاني ريانون عايز اعتذار عن التنمر في الثانوية بس جوليا بترفض تعترف بكده اصلا بتحاول تجري وبيحصل خناءة مع ريانون اللي بتضربها وبتفقدها الوعي ووقت ما ريانون بتبص على جثتها عيون جوليا بتتفتح بعد كده بنشوف مارينا فارو اللي برضو عندها قيمة بتاعتها بالناس اللي نفسها اتموتهم من صاحبة البيت اللي بتنرفزها لزمائلها اللي بيزهقوها وبيخلوها تشتغل اوفر تايم واللي على رأس القيمة هم القتلة اللي فاكرين انهم ممكن يفلتوا من القانون في نفس الوقت ريانون بتربط جوليا وبتستفزها بس جوليا مش رهينة عادية لانها بتفضل مستفزة زي ما هي وبتقول لريانون تنسى موضوع التنمر ريانون اللي متضايقة جدا بتحاول تقتلها لكن في الاخر عرفت انها مش هتقدر بتجري برة على طول وجوليا بتناديها بالفشلة وهي بتشوف ان شعرها بدأ يقع تاني ريانون وهي متنرفزة بتروح مكتب البناء وبتقابل كريج اللي فجأة بيحس بكل مشاعرها بس في الاخر بيطلع ان كل ده كان تمثيل دلوقتي بقت متغطرسة بتطرده وبتسرق تسجيلات الكاميرا في الاوتوبيس الراكب اللي جنبها بيفرد رجليه وهي بتديله من نفس العلاج بانها بتتحرش به هو بيغير مكانه على طول بعدين في الشغل بالطالب تاني تكون مراسلة مبتدئة لانها عندها سبق صحف كبير جاف ضد الفكرة بس نورمان بيوافق على فترة تجربية لما هي بتشارك ان ممكن يكون في ضحية تالتة لان في خطف يجي فرحان ليها وبالتريقه على بعض هو بيكتشف ان الميت التاني كان صاحب عقار مستغل والقتل اكيد حصل بدافع الانتقام هي بتبتسم للفكرة وبتقول له يخلي باله من قتل تالت وفي الاسم بنشوف ان مارينا بتحاول ترضي الكل لما بتحاول تدافع نفسها مديرها بيسكتها بيقول لها تركز على المشتبه فيهم اللي هما الرجالة بتوع ريانون وبعدين بيديها ورق اكتر وفي نفس الوقت ريانون بتستخدم لوسيل بتاعت جوليا علشان تعمل مصدر لقصة الشخص المفقود بتاعها بتزوري البنات وبتتنرفز لان مفيش اعداء او اي نوع من الضغط ممكن تعلق عليه الخطف البنات معجبين بريانون واحدة حتى بتتعاطف مع التنمر اللي حصل لها بيقرر يخرجوا معاها وهي مبسوطة مارينا بتستمر في مراجعة الكاميرات وبتشوف جوليا بتزوء ريانون بتتتبع وجود ريانون وبتشوف انها مشت الساعة تسعة ونص مساء لكن في التحقيق قالت انها روحت الساعة حتاشر مساء وقعدت لوقت متأخر هي بتتلخبط اكتر لما مش قادرة توصل لجوليا وفي نفس الوقت ريانون بتزور خطيب جوليا ماركوس وهي بتتنرفز تاني لانهم ما كانش عندهم اي مشاكل ووقت ما هو بيروح جوه يدور على صورة للخبر ريانون بتسرق ازازة نبيز والطوب بتاع جوليا وفوق كل ده القصة بتاعتها انتشرت وهي وإي جي متحمسين بتتقطع بمكالمة من سيرين اللي بتكون وقحة وبتكشف انها اجرت البيت وبعتت واحد يعيش فيه ريانون بتجرى عليه وبتطرده وبتقول ان البيت مش للبيع بعدين بتلبس طوب جوليا وبتتباهى باول مقال اخباري لها عنها جوليا مش مرعوبة وبتهنها وبتدعي انها مش حلوة في الطوب بتاعها وميكا بالمسابقات ريانون بتغيره وبتروح البار تشرب مع اي جي بيستمتعه لما كريك بيظهر وبين على انه تعلق بيها في موقف محرج اي جي بيمشي وهي بتحاول تمشي وراه ومع ذلك بتلاقي ماركوس ساكران وبتوصله البيت هو بيتكلم عن ازاي جوليا بتخليه يعاني وكلامه بيلخبطها بتقلب في موبايله وبتبتسم بترجع وبتقرأ بصوت عالي الرسائل بتاعته لجوليا اللي بيقول فيها انها مسيئة ريانون مبسوطة ان حياة جوليا مش مثالية زي ما كانت فكرة بس بيطلع ان ماركوس هو المسيئ لما جوليا بدأت تعيط بعد كده الظابط المباحث بيزعق لفارو على انهم عندهمش اي بلغات عن اختفاء جوليا ومع ذلك في مقال من ريانون فارو بتفتكر تسجيلات الكاميرات وبتفهم انها على وشك حاجة مهمة دلوقتي قايمة القتل بتاعت ريانون بدأت تتغير دلوقتي بقت بتشمل كل الناس اللي فجأة قلقانين على جوليا وبينظموا فرق بحث عليها وكمان اديقت من نفسها لانها علشان تبقى صحفية خربت على نفسها لما كتبت عن اختفاء جوليا وفي الاسم فارو بتقول المباحث انها مؤمنة ان ريانون هي القاتلة ومع ذلك ظابط المباحث مقتنع عنه ماركوس لانه كان موجود بشكل مفاجئ في بار الكاريوكي لما الضحية التانية مايك روبرت تقتل في نفس الوقت اي جي بيعدي على ريانون علشان يطمن عليها لانها اخرت اجازة مرضية علشان تتعامل مع جوليا هو بيتصرف بادب ومحرج على عتبة الباب ولما بيسمع جوليا بيفتكر ان ريانون مع كريج فبيمشي وبعد ما مشي جوليا بتكسر الطبق وبتهاجم ريانون بس بتضرب وبتفقد الوعي مشاكل ريانون لسه ما خلصتش لان جوليا بتنزف وبتحطها في البنيو بنشوف ان رأبة جوليا فيها ندوب كتير لان ماركوس كان بيئذيها لما حاولت تسيبه مرة بينتهي بهم الامر انهم بيتقربوا من بعض بسبب حياتهم البأسة هم الاثنين وجوليا اخيرا بتعتذر لريانون ما عندها السبب للتنمر عليها بس ما كانش عندها عائلة بتحبها وده انعكس على ريانون من غير سبب ومع ذلك هي لسه مقتنعة بشدة انها مش مسؤولة دلوقتي وان حياة ريانون فضلت زماهية لانها فضلت تلعب دور الضحية وما حاولتش تغير من نفسها وفي مكان تاني فارو بتلاقي عربية جوليا في ورشة البناء ولما بتزورها بتتصدم لما بتعرف انها ملك ريانون بتدور على الكاميرات بس بتلاقي ان التسجيلات مفقودة كرياج لازم يتسائل وهو عاوز يتكلم مع ريانون هي بتلبس وجوليا بتعرض تعمل لها الميكوب بتفتكر كل الحاجات الوحشة اللي ماركوس عملها فيها لما نسيت تحط الميكوب وبتتمنى لو كان في طريقة للخروج ليهم هما الاتنين بتاخد فرصتها تطعن ريانون في عينها بألم العين لكنها ما عملتش كده بتتساءل لو كانوا ممكن ينقذوا بعض من مصرهم لو رجعوا اصحاب وفي البيت كرياج مش عظيم جدا في الطبخ بس ريانون بتسايروا بس علشان ما يقولش للبوليس انها كانت موجودة لما قابل جوليا بعدين بترجع الشغل ونورمان بيحطها هي وإي جيه على قيمة تغطية فريق البحث جيف بيهزر معهم قبل ما يلمح ان عنده معلومات عنها من ماركوس في نفس الوقت نظرية فارو بتبقى غريبة لما بتفتكر ان ريانون قترت ابوها كمان وبعدين استخدمت المحل بتاعه علشان تخفي اثرها ظابط المباحث متنرفز منها وبيقولها توقف التنظير الغريب ده وتركز على اختفاء جوليا وبس الكل بينتهي في فريق البحث وريانون مشتتة بسبب فارو وماركوس وجيف فارو بتسأل اتباع جوليا عن ريانون وبتصدم لما بتعرف عن تاريخهم بتستفز ريانون قدام اي جي على امل انها تقع بالسنها فوق كل ده ريانون بيجي لها مسج غطبان من سيرين وبتقول انها رجبت الطيارة ورجع علشان تبيع البيت خلاص ماركوس فجأة بيواجهها عن سرقتها من بيته دي المعلومات اللي عندي جيف عنها وهو بيخطط يخليها تضطرد اي جي بيشوفهم بس في الاخر بيسألها ليه ما قالت لوش عن علاقتها بجوليا وهي مغلوبة على امرها بتهجمه وبتقوله انه مهووس بتجري قبل ما ايه جاي يقدر يقولها انه معجب بيها بتمشي ورا ماركوس برا وعلى وشك تطعنه لكن جيف بيشوفها وبيدرك ان هي القاتلة بتبدأ تجري وراها بس هو بيتقتل بعربية جاية وهي خايفة على وشك ترمس سكينة لما ماركوس بيهددها برسالة فجأة بتجيلها فكرة وبتقول لجوليا انهم ممكن يلبسوا ماركوس كل الجرائم وبكده لاتنين يقدروا يطلعوا منها وفي نفس الوقت فارو بتسأل كريج وبتتفاجئ اكتر لما بتعرف ان ريانون ممكن تبيع بيتها للمتنمرة بتاعتها بتحس ان فيه حاجة غلط لما هو بيتردد قبل ما يغطي على ريانون في الليلة اللي زارته فيها هو وجوليا فارو بتتصل بالرقيب روري وبتروح لريانون روري شايف انها فكرة وحشة وبيوقفها لما بتحاول تتسلل للبيت لحسن الحظ ريانون وجوليا في الشقة الجديدة بتاعت جوليا اللي تحت الانشاء جوليا واثقا بمجرد ما يشغلوا الانذار ماركوس هيجري عليهم الخطة انهم يربطوا جوليا ويخلوا ماركوس يلمس السكينة علشان يحررها وبعدين ريانون هتتصل بالبوليس وفي نفس الساعة ماركوس بيظهر وبيحررها فعلا ريانون بتتصل بالبوليس وكانت على واشك تمشي لما ماركوس بيتحول من خطيب ألان لراجل غيور لأنه مؤمن لخطف جوليا راجل وأكيد عمل معها حاجة وممكن تكون حبة كده بيبدأ يخنقها وريانون بتقوله يوقف جوليا بتجيلها الشجاعة أخيرا وبتعلن انها تسيبه وهو بدأ يبتزها عاطفيا وبيتظاهر انه هيقتل نفسه بالنط من فوق البسطة وهي متنرفزة من أفعاله ريانون بتزقه بعد كده البوليس بيوصل وفارو بتشوف جوليا وريانون وقفين فوق جثة ماركوس الميتة بعد كده البوليس بياخد ريانون وجوليا للتحقيق ريانون الآن من اللي ممكن جوليا تقوله وكمان هي وفارو عايزين يقتله بعض مارينا فارو والمحقق بيحققوا مع ريانون وجوليا كل واحدة لوحدها بس ريانون وجوليا الاتنين متمسكين بالقصة ان ماركوس خطف جوليا وريانون بصفتها صحفية وبتحقق في الموضوع هي كمان لقيت جوليا وانه هددهم الاتنين وبعدين اتزحلق ومت المحقق متعاطف ومتنرفز من فارو اللي دايما بتضغط بنظرية ان ريانون هي القاتلة ريانون ماشية تمام لحد ما فارو بدأت تستفزها وقالت لها ان هم الاتنين تهمشوا وعايزين يقتلوا اللي بيتنمروا عليهم الموضوع بدأ يتصاعد وريانون بتنفجر وهي بتشد في شعرها وبتقول انها انقاذة جوليا لحسن الحظ المحقق بيقف في صفها وبيشتم فارو بعد كده بيسيبوا جوليا وريانون انهم يمشوا وجوليا بتختفي كريك بيوصل ريانون وبيوقفوا عند بيت جوليا بس الصحفيين محصرين المكان اي جي موجود كمان وبيحضن ريانون لانه فرحان انها بخير هي بتعتذر له عن اللي تزوها معاه وهو بيعترف انه معجب بيها هي متأثرة بس كريك بيقطع عليهم ريانون بعد كده بتوصل البيت وبتلاقي ان رمض ابوها وصل جوليا بتظهر وهي متضايقة علشان ريانون قتلت خطبها ريانون بتوعدها انها مش هدئة التاني وبتقول ان موت ماركوس حاجة كويسة جوليا بتقتنع شوية وبيكونوا متحمسين انهم احرار بيحتفلوا في نادي ليلي بس جوليا لسه مفتخدة ماركوس ريانون بتقنعها انها علشان تنسى لازم تحكي قصتها في مجلة الجزد باين ان جوليا لسه مش مرتاحة مع ريانون لما ريانون بتهزر عن قتل تاجر مخدرات كان بيتحرش بيهم علشان ينسوا الايام اللي فاتت جوليا بتقنع ريانون تديها كارت البنك بتاعها علشان تشتري شوية مخدرات وفعلا بيقعودوا وبيتعاطوا وبعدها بينضم ليهم كريج بيطلعوا على السطح علشان شروق الشمس والبنات بيعيشوا لحظة حنينة لما ريانون بتنشر رمض ابوها في الهوى وفرحانة انها بقت تقدر تدافع عن نفسها زي ما هو كان عايز بتشوف انها بعتت رسالة لإي جاي انها معجبة بيه وهو رد انه معجب بيها كمان وهي فرحانة حتى بتطلب من جوليا تنقل عندها لكن جوليا ردت عليها رد غير واضح بعدين جوليا بتروح الجزة وبتحكي قصتها واللي سمتها يوم كراهينة بتوصف كل اللي ريانون عملته فيها وبتعلق انها فهمة ليه حد يحب يقزي حد أزاه بس الموضوع كله بيخضه لتنين جوليا بتخرج بسرعة وبتوعد انها هتروح لريانون اللي لادي بس بعد المقابلة في الجزة جوليا بتقطع الاتصال وبعدين بتسحب تقريبا 500 دولار بكارت ريانون ريانون قلقانة بس ايه جيبي طمنها ان جوليا غالبا محتاجة شوية مساحة وفارو اللي متدايق من اللي حصل بتروح تقطع كل اعلانات جوليا المفقودة ووقت ما ريانون برة بتحتفل مع جوليا فارو بتتسلل لبيتها اخيرا بتلاقي فيديو الكاميرات بتاع ليلة الخطف اللي بيظهر ريانون وهي بتقطع اطار عربيت جوليا بتستنى لحد ما ريانون ترجع البيت وبتواجهها ومع ذلك ريانون متغطرسة وبتراوغ لان فارو ما ينفعش تستخدم الفيديو كدليل لانها حصلت عليه بطريقة غير قانونية بس فارو مش هتستسلم هي مؤمنة ان حياة ريانون الجديدة كلها تمثيل ولما تغلط وتقتل تاني فارو هتمسكها بعد كده ريانون بتسيب كريج بس هو بيهددها انه هيبلغ البوليس عن زيارتها الا لو سلمته الشركة هي غضبانة بس في الاخر بتعمل كده ومع ذلك لا كريج ولا اختفاء جوليا بيزعجوها لما ايه جاي بيظهر اللي لادي هو مبسوط انها بقت سينجل دلوقتي وتاني يوم الصبح هو بيحصل على خبر حصري من اول اتصال لي بالشرطة وبيشوف صورة لسلاح الاتل بتاع ريانون السكينة ايه جاي بيتعرف على السكينة لان ريانون استخدمتها في اول يوم في الشغل ليه لما كانت بتفتح المظارف بيها بيتوتر هو بيدور عليها واخيرا مش قادر يستحمل ريانون بتعترف له بكل حاجة هي بتقول انها بس عايزة حد يهتم بيها وبتوعد انها مش هتقتل تاني لانه موجود في حياتها دلوقتي بس هو بيقول عليها وحش وبيحاول يمشي من قدامها وهي في محاولة علشان تخليه يقعد هي بتطعنه بوحشية في ضلعه وفرقبته وهي شايلة جثته هو بيموت هي بتصر على انها مش وحش بعد كده سيرين بتوصل عند باب الشقة وبتنادي على ريانون ودي كانت نهاية الموسم الاول من مسلسل سويت بي وشكرا للمشاهدة